تعتمد سلامة الدول الأوروبية على مجموعة من العوامل المتعددة وفقاً للمراجعة السكانية العالمية ومن بين العوامل الرئيسية التي تساهم في اعتبار دولة ما أكثر خطورة هي معدل الجرائم العنيفة حيث أن المعدلات المرتفعة للجرائم العنيفة قد تزيد من خطورة البلد وتلعب العلاقات الدولية أيضاً دوراً كبيراً حيث يمكن لعلاقة الدولة مع جيرانها أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى السلامة فيها كذلك يعتبر وضع الحرب عاملاً حاسماً فإذا كانت البلاد في حالة حرب حالياً فإن ذلك يرفع من مستوى الخطر عدا عن الهجمات الإرهابية التي تعد من العوامل المهمة حيث أن مدى تكرارها وشدتها يمكن أن يؤثر على السلامة العامة وأخيراً يعد استقرار الحكومة عنصراً أساسياً حيث يمكن أن يؤثر استقرار حكومة بلدنا على سلامتها العامة ومدى قدرتها على حماية مواطنيها والزائرين واحد أوكرانيا تشهد أوكرانيا صراعاً أهلياً طويل الأمد بين الانفصاليين المواليين لروسيا والحكومة الأوكرانية وقد تصعدت الحرب مع روسيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مما أدى إلى أعمال عدائية نشطة وتحتل أوكرانيا المرتبة 153 على مؤشر السلام العالمي مما يشير إلى الوضع الأمني غير المستقر اثنان تركيا تعتبر تركيا آمنة بشكل عام للزيارة لكنها واحدة من أخطر الأماكن في أوروبا وعند زيارة تركيا من الأفضل دائماً البقاء بالقرب من بعض المدن الكبرى ومن الأمثلة على ذلك إسطنبول وأنقرة ورغم أن تركيا لم تشهد هجمات إرهابية في الآونة الأخيرة فإن اليقظة أمر ضروري يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية حول مناطق الجذب السياحي الرئيسية ثلاثة كوسوف كوسوف آمنة في الغالب للزيارة إلا أن الجرائم العنيفة موجودة ولكنها ترتبط في الغالب بالجريمة المنظمة ومعظم المخاطر ذات طبيعة تافها ويعد مصدر القلق الأهم في كوسوف هو خطر الإرهاب إذ من المرجح أن يحاول الإرهابيون شن هجمات بالإضافة إلى ذلك هناك تهديد بتزايد قوة التطرف الإسلامي العنيف أربع البوسنة والهرست سريفو شهدت سريفو عاصمة البوسنة والهرست نصيبها من العنف خلال الحرب في التسعينيات التي أدت إلى تفكك يوغوسلافيا ولحسن الحظ تراجعت معظم جرائم العنف تلك ومع ذلك فإنها لا تزال تحتل المرتبة الرابعة في هذه القائمة بسبب معدل الجريمة البالغ 47.06 ومن الجرائم الأكثر شيوعا في المدينة هي خطف المحفظة والنشل وغيرها من السرقات والتي تحدث في مناطق محددة بالإضافة إلى ذلك هناك قنابل وألغام أرضية خلفتها الحرب ولم تتم إزالتها بعد ولكن تم تحديد هذه المناطق بشريط لذلك من الضروري عدم إغراء القدر 5. إيطاليا روما تعتبر روما مدينة آمنة بشكل عام ولكن مثل أي عاصمة أخرى يوجد بها بعض الجرائم البسيطة إذ إن خطف الحقائب والنشل أمر شائع وعلى الرغم من أن روما لم تتعرض لهجوم مؤخرا إلا أن إيطاليا تعد هدفا محتملا إذ يتم اتخاذ الإجراءات الأممية حول مناطق الجذب السياحي الرئيسية 6. اليونان أثينا تعتبر أثينا مدينة آمنة للغاية حتى بالنسبة للمسافرات المنفردات ويعد معدل الجريمة منخفض جدا وطالما أنك تتخذ الاحتياطات العادية ستشعر بالأمان هنا ومعظم الزيارات خالية من المتاعد ولكن سرقت جوازات السفر والمحافظ شائعة في المترو وفي المعالم السياحية المزدحمة إلا أن عليك تجنبها في الليل بسبب المشردين الذين قد يصبحون عنيفين أو يحاولون سرقة زوار 7. ملدفة ملدفة بلد آمن نسبيا للزيارة وعلى الرغم من أنها لا تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح إلا أنها تتمتع بمناظر طبيعية جميلة وأديرة ومصانع نبيث ومحميات طبيعية والتددير الاحترازية الأساسية يمكن أن تقلل من المخاطر 8. الجبل الأسود يعتبر الجبل الأسود بلدا آمنا جدا للسياح ومعدل الجريمة فيها منخفض نسبيا مقارنة بدول أخرى في العالم ويجب أن يشعر الزوار بالقلق فقط بشأن السرقات البسيطة في الوجهات التي يرتادها السياح وشعب الجبل الأسود دافئ وودود 9. قبرص قبرص بشكل عام آمنة جدا للسفر إليها على الرغم من أنها قريبة جغرافيا من البلدان التي تعاني من الإرهاب والحروب 10. سربيل سربيا بشكل عام آمنة جدا وهي تحتل المرتبة 31 من أصل 162 دولة في قائمة الدول الأكثر أمانا وخطورة والناس طيبون ومتعاونون ولا ينبغي أن يواجه السائحون مشاكل كبيرة في سربيا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا